ترجمة نانسي قنقر تدخل في شؤونها الداخلية حسب تعبيره في كل مرة يقف فيها ويتحدث لا يكاد خطابه يخلو من سبقة المراوقة ونبرة التناقضات وهذه المرة من على منبر مقر الأمم المتحدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يأتي بجديد لكنه بالغ إلى حد التجاوز عندما دعا للحوار مع إيران وتلك طامة كبرى كان من الأولى أن يشكل خطاب الأمير نقطة انطلاقة قطرية نحو جدة الصواب إلا أن خيبة أمل أصابت الشعوب عندما أكد الأمير استمرار العلاقة القطرية الإيرانية التي هي مصدر رئيس لدعم الإرهاب لا بل أن جرأة الشيخ تميم بحسب مراقبون ذهبت بخطابه إلى حد غير معقول عندما دعا دول الخليج العربي للحوار مع إيران وحرصا على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج نجدد دعوتنا التي سبق أن أطلقناها من على هذا المنبر إلى إجراء حوار بناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على أساس المصالح المشتركة ولعلنا نتسأل ما هو تعريف تحقيق الاستقرار بالنسبة لنظام تسيد زعزعة الاستقرار طوال العقدين المنصرمين خطاب يحاول أن يخفي ما لا يمكن إخفاؤه من حقائق ومن سياسات خارجية هدامة وتدخل في شؤون الدول ودعم وتمويل لمختلف الجماعات الإرهابية والراديكالية وكأن تفسير الإرهاب هو محل الخلاف وليست الممارسات القطرية التي تهدم ولا تبني فإننا نرفض التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة حسب هوية مرتكبيها أو ربطها بدين أو عرق أو حضارة أو ثقافة أو مجتمع وفي هذا التصريح بيان واضح لمنهج النظام القطري الداعم للجماعات المتطرفة المصنفة بقوائم الجماعات الإرهابية لدى دول كبرى وصغرى ولدى الأمم المتحدة التي يتحدث من مقرها وإذا ما أردنا تفسيرا للإرهاب فهذه وقفة احتجاجية نظمتها جاليات عربية للتنديد بدعم قطر للتنظيمات الإرهابية واتهم خلالها الدوحة بدعم الإرهاب كما طالب المجتمع الدولي بوقف التمويل القطري للإرهاب مؤكدين أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فما ذنب الشعوب العربية المتضررة من السياسة القطرية الهدامة التي طالت القريبة قبل البعيد بل أنها باتت محل رفض قاطع من قبل الشعب القطري